السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبائي ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة فيديو اليوم عبارة على كيكة كيكة البرتقال كيكة رائعة رائعة المذاق راح نخدم الكيكة هذه بثلاث طبقات وكيما قلت لكم صدقوني مذاق رائعة 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 ونتمنى كامل تجربوها ما تندموش بزوج بيضات بحبتين من البيض هزوز على بمات كيما نقولو احنا ويعني تقطع لكم عائلية تقطع لكم كمية كبيرة ورح نحاول نخدمها لكم بالطريقة الاقتصادية ونوري الكيفية تقتصدي اكثر نتمنى فقط تتبعوا الفيديو لانكم يعني ما راحش تندموا صدقوني جربوها وما راحش تندموا على ضمانتي راح تعجب الكبير والصغير ونتمنى قبل ما تخرجوا من الفيديو تحطوا لايك ومرحبا بأي ضيف جديد نتمنى يشترك وحتى يستصلوا الاشعارات بالفيديوهات من قناتي لازم يفعل جرس ما هو تفعيل الجرس هو الضغط على بعد الاشتراك الضغط على كلمة اشتراك تخرج ثلاث اختيارات تختار الاختيار الاول والكيكا هذي يعني تقدري تعتمتها في شهر رمضان الأفراد الأسرة تاعك تعتبر كيكا تعتبر تحلية يعني تقدمها للثياف جوك تقدري تقدمها ثاني في أعياد الميلاد التعالولات تقدري تختمي لهم حبات كيما هذم يعني تليق الجميع المناسبات وأنا طولت شوية في الفيديو يعني حاولت نختصر على قد ما نقدر لكن لأنه فيه شحيل من مرحلة يعني ما نقدرش نختصر فيها أكثر من هكا لأنه لازم نفهم في الخطوات كيف اهدرتها طبعا كان خاصة أن كيكونوا بنات صغيرة مهمش متعودين يخدموا يعني محتاجين أنه يعني يفهموا الخطوات كامل مش كيما واحدة متعودة في المطبخ أنه حاجة تفهمها يعني بديهية عندها أما بالنسبة للمقادير وطريقة العمل دائما في فيديوهات تكون في النصف الثاني من الفيديو اللي متعودين يعني مشتركين في قناتي يعرفوا أني نخدم ندير منتاج الفيديو بالطريقة هذه والناس اللي يجدد نقولهم باللي دائما أنا اللقطات اللي المفروض تكون في الأخير أنا نديرها مقدمة وفي نصف الفيديو الأخير تلقوا للمقادير وبعدها طريقة العمل وكيما الوصفة هذه الطريقة المقادير والطريقة تلقوها تبدأ في الدقيقة السادسة وبما أنه الجزء الأخير أنا نديره مقدمة فلازم نشرح بعض الخطوات كيما هنا الحبيت أنا خرجوا لي خمس ساعش ونصف خمس ساعش نحبة ونصف يعني حجم متوسط كيما شفتوه وكين حاجة أخرى أنه تشريب الكيكة يكون اختياري يأما بالحليب يأما بالشربات أنا بصراحة دائما نشرب الكيكات بالشربات يجوا روعة لكن الحليب ما نحبهم مش مشربين بالحليب حتى هذه يعني درتها بالحليب وندمت يعني داع الحليب وصرتو أنا كثرت يعني هنا درت كيس لأني غيرت البلاق أنا متعودة ندير في البلاق أخر أنا كثرت هنا شوي الحليب المفروض نديرها نشربها بنصف كيس فقط شربتها بكيس جتني يعني جت في القو جت باهية بزيف بصح ما ما حبيتيش أنا ما نحبش الكيكة تكون مشربة يعني نحبها ناشفة شوي وطبعا طبقة الكريمة تأتي لفوق كيما تشوفوا بعد ندير البسكويت أختي يعني أنا درت هذا النوع النوع الرخيص يعني مش غالي تقدرين تديري أي نوع يعني وحسب إمكانياتك والحاجة الأخرى اللي حبيت ننصح بها أنه أنا خدمت طبقة هذيك خدمتها بجي تاع البرتقال يعني صافي قادرة إذا أنت حب تديريها طريقة اقتصادية تستخدمي الماء استخدمي الماء والفلون راح تشوفي الطريقة لكن طبعا الماذاق راح يجيك أروع بكثير لما تستعملي غير للعاصير واحده كما درت أنا طبقة ذيك البرتقالية ذيك تاع تشينا جدت قمة قمة في يعني ماذاق رائع وطبعا إذا درتها بالماء وغير الفلون راح تجيك اقتصادية لكن طبعا ما تجيكش بالبنة اللي أنا نحكي لكم علىها وأيضا قادرة خلطي بين العاصير والماء يعني نصف عاصير ونصف ماء إذا حب تقتصدي وهنا نبدو على بركة الله هنا المقادير هنا جاهز كما تشوفوا جاهز الحويج اللي راح نستعملها والمقادير طبعا نحتاج تشينا البرتقال نحتاج الكمية فقط من الحليب أنا استعملت هذا الساشيات ما راحش تستعملي كمية كبيرة من الحليب زوز بيضات و واحدة خميرة باكة خميرة ونص باكة خميرة ونص و الفلون طعم الفانيليا أنا راح نستعمل نصف فقط نصف باكة ونصف باكة راح نخبيه و كاس سكر ونصف كاس زيت و كاس إلا ربعة حليب أنا كما قلت كمرا نستعمل في الحليب بتاع الشكارة لأنه كان ديك متعف و كاملا رو يعني يولى غالي لدرجة كبيرة خلاص وتخدمي كما متعودة تخدمي أي كيكة تحط البيض والسكر تضربهم لي حتى يتغير لونهم يولي فاتح من بعد تبدي تصب الزيت تدريجيا كما تخدمي المايونيز هذي هي يعني الطريقة المعتادة للكيكات نضرب مليح نشوفوا حتى لونها تقريبا أبيض خطوة مهمة لازم يضب السكر أنا نشرح لأنه يعني تقدمي الوصفة مش تقدمها الكبار فقط تقدمها حتى البنات الصغار لازم تمدي للتفاصيل يعني وهنا قشور مبشور البرتقال من بعد نبدأ نضيف الفارينة هنا لا نحتاج لأنه سنجد البرتقال يعني في الكريمة وفي الحليب اللي راح نشرب فيه يعني ما نحتاج الفانيلي الفانيليا درت الكاس الأول تاع الفارينة ودرت الخميرة نحن نضيف نحن نضيف الكاس الثاني هي تهزلك زوز كيسين ونص وما راحش نديرها خفيفة يعني بزيف لأنه راح نشربها كما قلت لكم تشربوها بالحليب أو باب سيرو سوف يزوز زوز كيسين ونص و الكاسة تاع الكزيت زراء و نفس الكيل نفس القياس تاع الكيسين تاع لينوكس التي نستعمل فيه و ندهن كيل عادة البلان تاعي بالزيت من بعد بالفارينة نغطي بالفارينة والكيكة تاعي هبطت لي شوي يعني الحمدول لانها ما خسرتش يعني انا قلت نرميها صايمة لانو انا نطيب فيها والكيزينيار تاعي فزدت من التحت يعني جاب ربي طابت شوية من التحت ثم بعد طلعتها و كن فزدت لي في اللو كنت راح نرمي الكيكة كامل و من جاه عصارت من عصرفت الشينا كيما شفت و كيان حبة حمرة يعني يدعك وله جد ججي بلون احمر و هنا الحليب اللي راح نشرب به راح نطيش فيها كل باقايا كتاها تشيناكي عصارت و القشور هذا قشور هذا باش نبنن ناك الحليب و كيما قلت لكم انا نحب نشرب الشربات خير لاني قلت لكم درت الحليب و اندمت لاني مانيش متعودة ندير الحليب قلت لي بنتي ديري الحليب بارك و اندمت بصراحة و كثرت نورمال موندر نص كيس بما اني انا ما نحبش الكيكة تكون تشربة بزيف نورمال موندر نص كيس فقط لانه البلا صغير انا نقدم لكم انا نقدم لكم بتجارب يعني حتى يكون عندي خطأ ولا حاجة تتعلمون يعني متعودوهش نعصر حتى نتحصل على كيس انا جتني ناقصة شوية على كيس كملتها بالماء كيما تشوفوا و راح نصب الماء هنا شغلنا نشل الأكل اللي بقى من التشينة و نكمله و كيما قلت لكم اللي ما عندهاش تشينة يعني بكمية كبيرة تقدر تدير نص نص جي و نص ماء وتقدروا تديروا الماء كيما قلت لكم بسه ما راحش جيكم يعني جيكمش يعني بهي كيما كنت نحكي في اول فيديو كله نعود يعني و كيس انشاء استغفر الله مغرف انشاء و زوز مغرف سكر سكر حوبيبيت وهنا راح نقتصد ما نديرش الكمية كاملة يعني دائما نحاول مدلكم الوصفة لاني على بالي كل شرع و غالي يرون مش عليان ابرك رو على الناس كامل خاصة في الفترة هذي بدل من حط باكي كامل حطيت نص كمية نص كمية جيتني تقريبا مغرف و نص و لا تقدري تشري الفلوه ذيك بحجم صغير و اذا شريتي العلبة الكبيرة هكا كما قلت لك تدير مغرف و نص نحطها على النار حتى يسخن مليه يبدأ يغلي و نطفي عليه و نخليه يبرد شوي ما نحطوش على الكيكة باش ما نضوبش الكريم شانتي ما يكونش برد خلاص و باش ما يجمدش و ما يكونش سخون هنا راني راح فوق النار و بعد طبعا نبرده كما قلت لكم هنا راني راح نخبي النص ذيكا كما قلت الكراكت التقطاس دي تستخدمي نص باكي فقط و من جاها راني نثقه في الكيكة و راح نشربها هنا شربتها بالحليب و من جاها راح نطلع في الكريم شانتي درت كيس الربع قريبا كيس صغير السبع و نص كيس حليب حطيته في الكونجيلاتور حتى كما تشوفوها و تحت جمد خلاص يعني باش تنجح لك يعني ليه ليه في ساع و واللي يعني شي يعني ما تطلع يعني بسرعة وتنجح لها ما تكثروش الحليب يعني ديرو كمية قليلة ما تديروش فوق الكيس أبدا و حتى نص الكيس بعد صبي ما تصبيش كامل صبي خلي شوي و كي تشوفيها هناك شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة